مشاهدين الحقيقة نحن نتكلم مع حضراتكم عن موضوع مهم جدا 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 ويستحق تسليط مزيد من الضوء عليه وده لها نحاول نعمله دلوقتي مع الدكتور وليد هندي السيشاري الصحة النفسية صباح الخير على حضرتك دكتور وليد صباح الخير يا دكتور صباح النور على حضرتك نورنا في هذا الصباح ونحاول نحن نفهم مع حضرتك التأثيرات النفسية أكثر على الأطفال وعلى النشأ وعلى المراهقين حتى لأنه التأثيرات النفسية للتعامل مع الانترنت ليه مزايا بالتأكيد ولكن أيضا ليه عيوب اللي احنا كأهل محتاجين ناخد بالنا منه اللي محتاجين نركز عليه اللي ممكن للمدى الخطورة بتاعه يستمر مع أطفالنا لو وقعوا فيه بعد الشر لحتى يبقى جزء من شخصياتهم وجزء من طبعهم لما يجبروا ويفضالوا يعانوا بسببه مع احترام التام والكامل لكل مزايا الانترنت الإيجابية اللي ممكن أولادنا يستفيدوا بيها إلا إن بكل تأكيد إجمال الانترنت هناك إجماع من كل الدراسات العالمية على تدميره للنفس البشرية للدرجة من زي ما حضرتك قلت غير من طبيعة الإنسان يعني في دراسات كتير معمولة قالت حتى الأطفال اللي بيجمال الانترنت ما بقاش مجرد عندهم عدوان متمثل في الانترنت والمشاكل المتطهرة مع أصبقاءهم أو في المدرسة دا كمان دا شخصيات ضمنيا ماشيين على الأرض عندهم سلوك عدواني سلبي إيه السلوك العدواني السلبي دا؟ إنه هو دايما تلاقيه مستاء مش عاجبه حاجة رافض السلطة الولدية وكل أشخاص السلطة مع المعلم في المدرسة ومع المدرد في النادي دا حتى لما يجبر مش هيعرف يشتغل في منظومة مش هيعرف تمنى الصيادة والتبعية لأنه على طول عنده سلوك عدواني سلبي على طول ساخر متنمر بيكتب تعليقات لازعة ما يعجبوش العجب ولا صيام ترجب وبالتالي حيبع عنده صعوبة في التكيف الاجتماعي لما يجبر مع مشاكل الحياة في الخطوبة والجواز وتربية أولاده وهكذا فالكيميا بتاعة أولادنا كلها اتغيرت دا مش كده بس كمان دا كان عندنا أكبر جامعات في العالم زي جامعة ويسترون في السدني وهارفرد والكلية الملكية في لندن وإكسفورد كل دول عاملوا دراسة مشتركة لقوا في تغيير في بنية عمل الدماغ عند الأفطال نتيجة استخدامهم لإنترنت ودرقة الدماغ قلت التركيز قل الإدراك قل التفاعل الاجتماعي بقى أقل كل دا خل الأفطال ماشية مشتتة فعلا يا دكتور طيب دكتور الليدر عايز تسأل عن نقطة مهمة جدا حية بتشغل هالي كتير يعني طالما الأولاد معهم موبايل على طول وآيباد على طول ومنعزلين وعاديين كده في أي ركن أو في المدرسة أو في أي مكان وإحنا مش عارفين برضه هما بيشوفوا إيه هل في طريقة معينة توصل الأطفال أنه هما بنفسهم يختاروا يشوفوا إيه ما يشوفوش إيه يلعبوا بإيه وما يلعبوش بإيه أنا هقدر أوجه سلوك أبطالي من خلال المعطيات اللي أنا بديها لهم في الفردية يعني أنا دلوقتي الماسب بقولك ابنك على مصربيه صحيح كل ما أنا قاعد بتكلم مع ابني بتناقش مع ابني بعرفه إيه هو المرغوب من الغير مرغوب هو ذات نفسه هيبقى عنده قدرة على الفرد وعلى اختيار الطيب من الثمين والثمينه من الغزة بيقوله هيبقى عارف القضيب والإسود ولكر والشر لواحده ناقش ابنك كلم ابنك خليك أنت قدوة لابنك أي حدث يكون موجود في الحياة ناقش ابنك فيه حضرتك دائما بتكلمنا عن التواصل صح يا دكتور كده دائما بتكلمنا إن إحنا يبقى في تواصل بيننا وبين ولادنا يبقى فيه يعني نون أنواع الصداقة علشان يحكوا لنا إيه اللي شغال في دماغهم وإحنا منهم يعني نفدهم بقى في الحتة بتاعتهم نقرب لهم يعني طبعا علاقة الوجه للوجه دي مطلوبة نبصك وشوش أولادنا نخليهم هم كمان يحسوا بينا يعني أنا ابن ساعات يجي يقول للماما ولا هكو تطالب حاجة من بلطة ما قلتموش لي يقول لها داي من الشغل مرهب حاسس دي لأنه على طول بيشوفني وعلى طول بيتكلم معايا بيحس بأبوه بنفس أبوه بيحس بنظر بصوته طول ما إحنا قريبين من ولادنا بنتفرج على السبسيزيون مع بعض ببناكل مع بعض بنخرج مع بعض بنتناقش مع بعض في جسور حوار مستوحة الإبن حس إن ابوه قاعد نتابعه التحليق اللي تحت عنه اسلوب كلامه طريقة أكله طول ما إحنا ولادنا حسين إن هم في المنظومة تدائين حيبقى عندهم عزوف على إدمان الإنترنت وحيستمتعوا بسلوك الألسانة اللي احنا موفرينه ليهن صح يا دكتور يعني دي رسالة من حضرتك لكل أولياء الأمور الحقيقة هم ما يهتموا وأطفالهم مشكلة أكبر ولأقولهم وقت ده الأهم دلوقتي في عصرنا الحالي بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور وليد دهندي استشارة الصحة النفسية ترجمة نانسي قنقر